ابقى نتكلم عن الكروت المميزة اللي عندي بتاعة شركة بانيني. وزي ما قلت لكم بانيني هتلاقي عددها اقل من طبس طبيعي جدا لان الكروت المميزة اللي تطلب بانيني بتبقى ندرة للغاية. حتى لو كارت ممضي. بالطباعة مش بخط الايد. فده اعتبر نادر جدا ندرته زي ندرة كارت ممضي بالايد في طبس. تخيلوا. وبالسعر كمان. فهمتوا الفكرة فين? فطبعا بصوا مع بعض دينا. اول حاجة عندنا من البوكس بتاع بريزم. وبرزم طبعا ده عامل زي مسلا ايه? الكروت الكروم مسلا في ايه? في طبس. فده من الكروت الندرة جدا. وده البسعكة ممضي بالايد. بس مش مرقم. بس كروت جمدة جدا. الكارت دوت ولا مرقم ولا ممضي. بس ده المرتينيلي. وده بيسموه برضو بريزم. بس بريزم بيبقى اللي هو اللون الاصفر في ده بيدوت. ده بيبقى من كروت الندرة جدا 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 ان انت تلاقيها جوه. فطبعا ده مميز جدا. عندنا الكارت اللي تلاقينا في بتاع الاستاذ العظيم اللي هو بانفورد. وده كارت ممضي بالايد. ومرقم في نفس الوقت. وتلخيمه زي ما انتم شايفين على تسعة وتسعين. وده ستة وتمانين. مش هبقى واضح لكم ولا. فده من كروت المميزة للغاية. عندنا واحد تاني بقى من بوكس عظيم جدا اسمه وده من اغلى البوكسات. اللي فات الدولارات لبانيني. وده الاستاذ اناتشو. تمام? عندكم ممضي بالايد. ومرقم في نفس الوقت. تلقيمه زي ما انتم شايفين اربعة وعشرين على تسعة وتسعين. تلقيت لغاية جدا. وكارت بصوا سمكه قد ايه. تخين جدا. معلش ما مطلعش من العلب عشان ما يبهدلوش. فاستحملوني معلش. جولدن بولر وجولدن بولر ده يا جماعة بيعامل معاملة عظيمة جدا. في عالم بانيني. فده نادر جدا لما يطلع لك. عندنا كارت تاني لمارش اللي شغل عالي جدا مع برايتن. وده تلقنا لنا في وده مرقم اتناشر على خمسة وعشرين. فده من الكروت المميزة للغاية. من اقوى الكروت اللي عندي رونالدو المرقم لتلتمية خمسة وستين. وده مش هتلاقوه خالص لانه ما بيطلعش في باكات. لازم بتشتريه لوحده او يجي لك هدية. فاهم يدوني الفكرة فين مع حاجات بتجيبها. طبعا. فانا سبحان الله جاي لي هدية مع حاجات اشتريتها من بانينة نفسها. فشايفين ترقيمه يا جماعة كم على كم. بيتين وستة على تلتمية خمسة وستين. فالكارت ده نفوش تلتمية خمسة وستين في العالم بس. وده بلاتنم مش جولد. ده بلاتنم. هتلاقوه بص لمايته غريبة شوية. طيب. عندنا بقى الاستاذ جريبنبرش اللي عامل شغل عالي جدا. كارت سكور. وده ترقيمه زي ما انت شايفين سبعتاشر على الخمسة وعشرين. عندنا اسمه سيلاكت. وده كارت مرقم. ترقيمه مية اتنين واربعين على متين تسعة وتسعين. عندنا كارت عظيم جدا. اسمه لاجند ثري دي. اسمه كده. بتاع روني. لو اخدتنا بلنا وانا بحرك كده هتلاقوا روني الاستاذ روني بتحرك معانا يمين وشمال زي ما انت شايفين. فطبعا ده مش طبيعي. اسمه بونس كارت زي ما انت شايفين فهو مش مرقم ولا ممضي. ولكن هو كارت ثري دي. ودخين جدا فهو جميل جدا 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 جدا. عندنا جولدن بولة للاستاذ فاندايك في موسم قديم بس من المواسم اللي بحبها جدا لانها بحب جدا لون الكارت اللي داخل فيه اسود مع ده ده. عندنا كروت ممضية طباعة للاستاذ الميرون مع ان الانضة دي طباعة ولكن ده مميز جدا. ان هو زائد ان هو مطبوع عليه انضته. فده طبع من كروتن لادرا جدا. عندنا كارت دي ديد لسه نازل في موسم تلاتة عشرين لبانيني. اسمه اكسلنس. شايفين اللي لوعة بتاعته? ده يعتبر عامل زي الكارت كروم بزبط. بس نضرته اعلى بكتير جدا لانه ما كانش بيطلع غير في الكالندر بس. فمش هطلع لك في اي حاجة تانية غير الكالندر. اللي هبكتنا مع بتاع ساكا. لكن فيه مسلا واحد تانية مسلا ممكن يطلع لك بتاع فان بايك. ممكن يطلع لك بالصدفة في تناية كبيرة. تمام? اخب بالك الموضوع ده. عندنا الجولدن بولر بتاع الاستاذ سانشو. عندنا الجولدن بولر بتاع سون. عندنا كارت عظيم جدا لواحد اسمه امران لوزا. بيلعب في واتفورد. انا ما عرفوش. فلو حد منكم يعرفوا يرتي قولي في كومنتات. بس الكارت بتاعه ده يا جماعة حاجة مخيفة. وما خمس كروت في العالم ده الكارت رقم واحد. شكرا مش هؤلوك اكتر من كيف. وده من بوكس اسمه في بانيني من اغلى البوكسات. زي ما قلت لكم اللفات الدولارات. عندي اقوى واكتر كارت نقدر في عالم بوكسات بانيني وهو فعندي بتاع تلتمية خمسة وستين العظيم دوت زي ما انتم شايفين جميله ما شاء الله. وعندي برضو بتلتمية خمسة وستين الموسم الجديد. شايفين شكل عامل ازاي? حاجة مش طبيعية برضو. عندي تانية على فكرة على مواسم تانية. بس انا لسه فكرة دي وننسيت اطلعه. فسامحوني بقى. هتبروا نفسك وشوفتوه. خلاص. من برضو. عندنا الكارت بتاع فران بتشارت المان يونيتد. وده هو مرقم من خمسة وخمسين. هو رقم سبعة وثلاثين. عندنا من بتاع البانيني. بوكس عظيمة وباكات عظيمة. اجيت شوفت الامبوكس اللي بتاع لما انا عملته. هتلقوا عالقناة موجود. لباكم. وده من الكروت العظيمة جدا ندرة. مش مرقم ولا مامدي. عندنا البوكس العظيم. بتاع الهولوف فيم. فعندنا الكروت كلها طبعا بالنسبة لي واو. عندنا لامبرد. عندنا هنري. عندنا روني. عندنا شيرر. فاندرسار. اوين. بيكم. واخر واحد مرقم لفان بيرسي. وترقيم وزي ما تشايفين على تسعة وتسعين. وده رقم تسعة وعشرين. فطبعا تخيلوا بقى اصلا هولوف فيم الكارت مميز جدا. فكاين اللي لما يطلع لك بقى كمان مميز وفان بيرسي ومرقم واعلي من مية. فحاجة طبعا مش شاء الله رب العمين فوق الوصف. عندنا ممضي طباعة للاستاذ لوريس. وده من الكروت العظيمة جدا زائد. ممضي طباعة. عندنا لازيل فده عظيم لان هو ان شاء الله مفروض هو ان هما يطلعوا اه يعني يعتزل قريب. فده ساعتها هيبقى وهو اصلا ازيل من الناس اللي ممكن تبقى عادي خالص. تمام? فده طبعا هيبقى ساعتها في حتة تانية خالص. عندي كارت عظيم جدا جدا جدا. لصلاح وده من وهو كارت مرقم عشرين على عشرين. تخيلوا بقى عشرين كارت بس في العالم للكارت ده. وده رقم عشرين. وتخيل البوس كارت تخيل ازاي? الحاجة مش طبعية. وعندي واحد تاني لصلاحة لاليف سكور. الحمد لله راب العمين ترقيمه ستة على تسعة واربعين. اتمنى تكون كروت بانيني عجبتكم. انا مليون في المئة متأكد. نفي كروت تانية كتيرة. انا عندي جلد من بولر بتاع صلاح. مسلا. نسا فاكر ده بقى. عندي اجل ما عليش. سمحوني بقى عليش. مواما ان انتم كونوا اتبسطتوا وعملت لكم اللي انتم عايزينه اوة. فبس هو طلب صعب. محاش تلوف زيني. بس بي خليني اطلع كل كروت وفلتر وادور. وناء ايه وحاجة كاركة متعبة اهو. اتمنى يكونوا اتبسطتوا يا جماعة. وياريت تعرفوني احلى كارتة اعجابكم ايه في الكومنتات. وتابعوا معي دايما اللي بيحصل على القناة. روحوا على القناة بنفس الاسم ونفس الصورة. الرابط عندي في البايو او روح دور هناك في القنوات. هتلاقي القناة على البرنامج التاني بتاع القنوات. بنفس الاسم ونفس الصورة. دور عليه واشترك. هتلاقي البوكسات عظيمة. وان شاء الله ملاهاش نهاية. يلا بينا. واكتبوا لي في الكومنتات اني كارت الى اعجابكم. باي باي.